اتحاد الكورة كنت لسه بكلم مع حضراتكم بخصوص السلاسي المعلق قدهم في اتحاد الكورة بالنسبة النادي الزمالك ناصر منسي وشبانة وايضا احمد بالحاجة اتحاد الكورة تقدم تحديدا لجنة شؤون اللعبين في اتحاد الكورة بمذكرة الى لجنة التظلمات لتوضيح سبب عدم قيد صفقات الزمالك الشتوية الحكاية ايه؟ انه دلوقتي لجنة التظلمات تنظر في هذا الامر اتحاد الكورة قال انه اللعيبة لن تقيد تمام؟ والزمالك بيقول ان انا حقي ان اللعيبة تتأيد والاتحاد الدولي لما اتبعت له الامر قال ان ده شأن داخلي فاتحاد الكورة ما زال عنده موقفه انه لن يقيد اللعبين اللي غير موقفه هيفضل على موقفه طيب الزمالك شايف انه عنده الحق انه اللعيبة تتأيد طيب من اللي هيفصل بينهم؟ لجنة التظلمات تمام؟ فاتحاد الكورة لجنة شؤون اللعبين ارسلت للجنة التظلمات دفعها او اسبابها لعدم القيد او قيد السلسة لعبين وقالوا انه النادي زمالك ما عملش الاجراءات الضرورية في مواعيد القيد المحددة اللي وردت بمنشور القيد الصادر في بداية الموسم اللي بينص صراحة على سداد رسوم القيد ورسوم الاستبدال وكذلك رسوم تنمية موارد الدولة في المواعيد المقررة وقيمتها 3 مليون جنيه لجنة شؤون اللعبين طالبت لجنة شؤون اللعبين باتحاد الكورة طالبت برفض التماس نادي الزمالك لقيد صفقاته بعد قرار الاتحاد الدولي بقى ان هذا الشأن شأن داخلي بس عشان ما تاخدش الكلمتين دول وتقول كده الموضوع باز على نادي الزمالك واللعبين مش تتقيد لا ده قرار بقى لجنة التظلمات هي اللي هتشوف الصحة فين عشان انا عارف ان الحاجات دي فيها دايما خنات وصراعات وقصص وحكايات مش حكاياتنا دي بقى انتوا فهمين الموضوع انا بس مفهمك الوضع انسى تحاد الكورة الوقتي وانسى الزمالك يعني ما تقولش تحاد الكورة لحق ولا ملوش ما تقولش تحاد الكورة لحق ولا ملوش دلوقتي الامر عند لجنة التظلمات واتصور انه هم هيخدوا القرار العادل العادل فنزبر بقى نزبر ونشوف اللي هيحصل دي ان شاء الله يعني